هالحرامية الكبار في صفقات القرن وعشرات صفقات القرن مو واحدة وثنتين بس هاي اللي انكشفت هاذي إذا ماتوا عالت ويطلعوا بالتلفزيون ويطلعوهم زينين شعره مثل ما كانت أيام زماني تسوهم به هذا حرامي شبير واعة اثنين ثلاثة منه ذولة عشرة بالعكس إذا ما تسوي هذا الشراء هالإجراءات ما يفيد لكنه الانتخابات لا راح تصير بالتأكيد انتخابات قانون هو شنو كان الخلاف خلاف على الدائرة مو ثلاثة وثمانين دائرة وإنما ثمنتائش دائرة هاي مو مشكلة سهلة لكن أرجع لموضوع الانتخابات بسنت قلت إلى أنه لازم أن يطلعوه يعني يبين طيب ما هو طلع مثلا المتال بسركة القرن لا لا هذا هذا شوف هذا مثل الثلج واحد من تسعة يبين ثمانية جوة بالبحر خلي طلعوه لثمانية الباقي منهم التلج يبين بس تسعة تسعة من المقم على يبين فوق البحر وثمانة أجزاء من بين بعض خلي تطلع كلها خلي شوف منه كان وراء هذا يطلع كدبلوماسي حتى الدبلوماسي يفتشون جنطنا هذا منه هذا اللي كان يفتر مننا منه يفرر منناك منه يصعد من الطيارة منه يطلع العملة لا أكو هواية بعد مطارئين فالمفروض تطلع كلها وهلي هو ما رجع لك عشرين بالمية هما أنتو مدة المدة خلصت تقريبا وما رجع لك عشرين بالمية من عملة وبعده هو أكو ناس وراء بالعكس قلت واحد من ملفات عديدة هل من الصوابة نسميها بس هاي مثلا سرقة القرن وإحنا عندنا هواية ملفات عليها فساد لا لا أكو هواية سرقات مو سرقة القرن وحدة بس هاي صارت أنه الله أحب الشعب العراقي أنه انفضح